أهلا بكم من أحد أهم التحديات التي تواجه العالم هو ما يحدث في أسواق المعادم بالتحديد التراجعات الأخيرة التي كنا قد شهدناها والتي بالتأكيد كان قد لحق بها قطاع التعدين بشكل عام كانت واضحة بالفترة الأخيرة ففي حين البعض يذهب ويقول بأنه قد يكون لها وجهان الوجه الأول بأنه هي جيدة للمستهلك مع التراجعات ولكن في المقابل هي تؤثر على القطاع المرتبطة فيه وبالتأكيد قطاع البنوك الذي ينكشف أيضا على هذا القطاع من خلال قروض سأذهب وإياكم الآن في رحلة في السنوات الخمسة الأخيرة على أسعار المعادن وأريدكم أن تركزوا على ارتباط تراجع المعادن بالأرقام مع شركات التعدين الكبرى سأذهب بداية لأرقام الذهب 44% التراجعات في الخمس أعوام الأخيرة نحاس 56% تراجعات في حين الحديد الخام نتحدث عن حوالي تقريبا 80% 76% تقريبا من الخسائر خلال السنوات الخمس الأخيرة جلينكور من أحد طبعا هنا سأستعرض أهم شركات التعدين في العالم جلينكور بالتأكيد كان عندنا الكثير من التحديات بداية لما تتراجع الأسعار إذا كان عندك مديوني كبير فبصير هناك شك في الأسواق أنك قادر على دفع هذه المديونية ليس هذا فقط بيكون تضطر بالتأكيد لتقليل القوى العاملة مشان تقليل المصاريف وفي المقابل الإرادات لك تكون متراجعة والكلفة تبقى عن ما هي عليه جلينكور تراجعت 86% خلال السنوات الخمس الأخيرة وخصوصا بالفترة الأخيرة لما كان في شك في الأسواق لقدرة جلينكور بالفعل على دفع ما عليها من مستحقات في ظل تراجع أسعار المعادن الذي يؤثر على إرادات الشركة جلينكور لم تكن الوحيدة أيضا باقي الشركات انضمت إلى هذا الركب وبالتأكيد شفنا تراجعات على بي اتش بي بيلتن بـ 72% أيضا خلال السنوات الخمسة الأخيرة إذا لاحظتم إذا نرجع بعيد الأرقام الأرقام متناسبة تقريبا مع التراجع في أسعار المعادن أنجلو أمريكا أيضا تراجعات بـ 90% لاحظوا الخسائر القوية على سهم هذه الشركة بنتيجة التراجعات الأخيرة التي شهدناها منذ تقريبا نتحدث عن الأزمة المالية العالمية وبعد ذلك 60% من التراجعات على ريو تنتو كل هذه الشركات بالفترة الأخيرة كانت أعلنت على كثير من الإجراءات في محاولة لضبط هذا ولكن قبل ذلك خلوني شوف الأرقام التي لها خص بالإيرادات فقط لنشرح أكثر أنه خلال هذا العام بالتحديد كانت خسائر بالفعل أو التراجع في هذه الإيرادات واضحة جدا قليل نكر بداية 2014 كان الأرقام طبعا هنا كل أرقام بالمليار فأنا بالمليار دولار 221 كان متراجع 5% عن 2013 ب2015 المتوقع أن يكون في تراجع 25% إلى 166 بحب بلتن أيضا توقعات التراجعات ب34% عن إيرادات العام 2014 التي كانت أصلا متراجعة 22% عن 2013 أنجلو أمريكا أيضا توقعات بتراجع ب20% عن العام الماضي يضاف إلى 5% عن العام 2013 نرى حدار واضح بالإيرادات وتوج بال2015 ريوتانتو وأيضا تراجعات ب24% هذه طبعا كلها توقعات ل2015 حسب الأرقام الحالية طبعا 48% إلى 36 مليار دولار أيضا أضيفت إلى 7% كانت التراجعات في عام 2014 إذا ما قلنا بال2013 ما هي الخطط التي تحدثت عنها الشركات في محاولة لربما احتواء هذه الأزمة في بعض الخبراء بيقولوا أنه قد تخفي أزمة مالية عالمية لأنه لما يكون لدينا تراجع بالسلع هذا يعني بأنه لدينا تراجع في الطلب وهذا قد يخفي تراجع في الاقتصاد يعني تباطف في الاقتصاد العالمي هذا لحتى لأنه قد لا يكون ظاهر هذه إحدى النظريات التي يتم تداولها أنجلو أمريكان في آخر أرقام طبعا اللي كنا قد شاهدناها واللي شفنا عليها تراجعات خفض عدد العمليات من 55 إلى 20 من بعد ما كان في خفض قبل ذلك أفضل أيضا بنفس العمليات أيضا خفض القوى العاملة نحن عنا 135 ألف وظيفة سيتم تخفيضة بـ 85 ألف لتوصل للـ 50 ألف وأيضا تعليق التوزيعات النقدية ما في توزيعات نقدية للشركة ريو تنتو أيضا وبي اتش في بي لتن آخر إجراءات ما الذي قامت به طبعا بعد سلسلة طوية من الإجراءات ولكن آخر الإجراءات بي اتش في بي لتن خفض القوى العاملة 14% 17 ألف وظيفة ريو تنتو خفض الإنفاق الرئيس المالي بـ 4 مليارات دولار وهذا الإجراء قامت فيه أغلب الشركات التعديل وغلينكور تخفيض الديوم بـ 66% إلى 10 مليارات دولار هذه هي الصورة العامة الآن لقطاع التعديل والشركات الكبرى في ظل التراجعات الأخيرة للمعادن